قبل أن أدخل الستوديو قبل قليل صدر بيان موقع من الأمين العام لكتاب حزب الله أبو حسن الحميداوي في النهاية قرارك السطر الأخير أننا أذنعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال دفعا لإحراج الحكومة العراقية سنبقى ندافع عن أهلنا بغزة بطرق أخرى ونوصي مجاهدي كتاب حزب الله الأحرار الشجعان والمخلصين بالدفاع السلبي بأن قوسيا موقعا أن حصل أي عدو أي عمل أمريكي عداء تجاههم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولا الله ترجع الأمور الأمين العام لكتاب حزب الله أبو حسين الحميداوي اطلعت على هذا البيان دكتور أحمد كيف يمكن أن نقرأه نعم اطلعت عليه نعم نعم اطلعت عليه نعم أريد تعليقك على هذا البيان ماذا يعني من حيث النوع ومن حيث التوقيت بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة هذا البيان أقل ما يوصف أنه قرار حكيم وجاء في التوقيت الدقيق وهو يصب في مصلحة موقف وطني نقدم شكرنا وامتناننا للكتائب في أصغاءها لصوتنا في هذه المرحلة لأن المنطقة لا تحتمل والعراق لا يحتمل مزيد من التصعيد الوضع خطر جدا وأن هناك تفويض شكل ضاقطا على صانع القرار السياسي في الولايات المتحدة وهذه الرسالة الحمد لله والشكر طريقة من قبل الكتائب نعم هو الكونغرس يقرر نعم ولكن القرار في إعلان الحرب هو قرار حصرا بيد مجلس الشيوخ الذي يمثل القدرة في التأثير في صانع القرار السياسي وفي المؤسسات طبعا حينما يصدر توجيه من مجلس الشيوخ إلى بايدن في ضرورة القيام بعمليات عسكرية مباشرة تجاه إيران فأحنا أمام نظر حرب أقليمية لا نستبعد فيها أن تكون حربا عالمية ثالثة ولذلك نحتاج إلى ضبط الميدان بشكل كبير جدا حتى لا نصل إلى هذه التداعيات هذا التوقيت مهم رسالة لأن استحضارات المعركة على مستوى القدرات التسليحية والجهوزية تنظر بأن العملية التي جرت بعد استهداف T22 في الأردن قد توسع العمليات باتجاه الداخل الإيراني فحتى لا يصار إلى تبني مثل هكذا خيار لكن يا دكتور أحمد توقيت إيجابي الآن أيضا أنا أشد على إيدك وأكرر أيضا ما قلته ولكن بلساننا نحن أنه أي إنسان الآن ينزع السلاح لغرض خدمة البلد وقدم له شكر وتقدير لكن البيانة الذي جاء الآن موقع باسم كتائب حزب الله بقي هناك فصيل آخر اللي هم النجباء تعتقد هذا بالنيابة عن الاثنين أم أنه النجباء لها موقف آخر لا في تقديري سيصار إلى إجماع على هذا الموقف هم يدركون حقيقة أحنا وضحناها بأدق التفاصيل ابتدئنا فيها من الضربة للأردن الأردن كسرت طوق العمليات المحدودة يعني ماذا تعني الأردن في الحسابات الأمريكية تعني الأمن القومي للولايات المتحدة وأمن مشروع الشرق الأوسط الجديد لأنه حينما نتحدث عن معادلة التوازن تربط الهند بالولايات المتحدة الشرق أوسطيين نحن نتحدث عن الأردن بوصفها العقدة استراتيجية الأهم التي ستكون لها تداعيات يعني إضافة إلى كونها ستكون عقدة استراتيجية هذا سيرتب أوضاع إيجابية حتى على المستوى المعاشي والرفاه من نسبة للأردن إذا أصبحت عقدة استراتيجية في طريق التنمية العصري الذي هو سيمثل نقلة لوعية في منطقة الشرق الأوسط فإذن نحن أمام معادلة بالحقيقة غاية في الخطورة أن استهداف T22 كان بمثابة تشضي للعمليات وتنذر بتوسعها الآن نزع فتيل الأزمة نعمل أن لا يصار أيضا من قبل الولايات المتحدة في توجيه ضربة إلى الداخل الإيراني لأن هذه المعادلة التي كانت في اللحظات الأخيرة لا أقول في الساعات الأخيرة لكنها قد تنزع فتيل اشتباك لا سمح الله في عمليات نوعية بين إيران وبين الولايات المتحدة في الداخل الإيراني لأن الحلفاء كانوا يتلقون ضربات سواء كان في سوريا أو في العراق لكنه ضربة T22 كانت تتجه باتجاه أن تتوسع العمليات بعد تفويض مجلس الشيوخ أو الضغط من مجلس الشيوخ على بايدن أن تكون عمليات خاصة في الداخل الإيراني الآن في تقديري انخفض نسبة القلق بنسبة 50% نعمل أن يصار إلى ضبط النفس هذا رح نقشه إياك دكتور أحمد هذا رح نقشه إياك دكتور أحمد وأيضا أنا مشرورين بهذا القرار وننتظر أيضا أن السيد أكرم الكعبي يصدر بيان باسم الجباء مثل ما اسمه الدكتور أحمد الشريف هي هذه الحكمة ولياداتنا وأبنانا نوجههم إلى البناء لأن لدينا الآن فرصة خلونا نبني بلدنا وخلونا ندب السلاح ونوفر هذه الطاقات وهذه الجهود لبناء البلد